أهلاً وسهلاً بالجميع في فيديو جديد وأخبار جديدة تخص الممثلة التونسية مروى العقربي اللي كان أول ظهور لها في عمل الدرامي التونسي في دور ليليا في مسلسل أولاد مفيدة للمخرج سامي الفهري وبعد ما نشحت في دور ليليا وتتغيب مروى العقربي لسنوات على التلفزة التونسية ولم تشارك في حتى عمل درامي جديد وراجت العديد من الأخبار حول إقصاء مروى العقربي من التمثيل من طرف سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي خاصة بعد ما تم إنهاء دور ليليا في المسلسل وبطريقة مفاجئة وانتقلت مروى العقربي من عالم التمثيل إلى عالم التنشيط والموذة والأزياء وعملت برنامج السر اللي فيك على قناة الحوار التونسي ومن بعد برنامج أحلى ما فيك على نفس القناة في حين تواصل غيابها على مجال التمثيل وفي ذا الانتشار كل هذه الإشاعات حول إقصاء سامي الفهري للمروى العقربي من مسلسل أولاد مفيدة وقع تغييبها في باقي أجزاء المسلسل هذا بالإضافة إلى تهميشها من طرف المخرجة سوسن الجمني اللي أخرجت الجزء الأخير من أولاد مفيدة وهي الآن بصدد تصوير مسلسل الفوندو اللي مش يتعدى في رمضان 2021 على قناة الحوار التونسي التزمت مروى العقربي الصمت ولم تكشف الأسباب اللي خلت سامي الفهري يقصيها من مسلسل أولاد مفيدة واليوم بعد ما كانت حاضرة في برنامج مشهير على راديو ميد كانت في حالة من الهستيريا وقالت سامي دور ليليا في أولاد مفيدة هو اللي حب الشخصية تموت وما عودوش نادولي في حتى عمل آخر له سامي الفهري ولحتى سوسن الجمني ولم حد في حديثها أنه سامي الفهري فضل عليها عزة سليماني في دور الزيناء في مسلسل أولاد مفيدة وسوسن الجمني فضلت عليها سارة الحنيشي في دور مرت البوليس اللي قتلوا بيرم وقالت مروى الأدوار هذو من قدهم برشا والخدمة دي لكن هما أقصوني وما نادوليش وكانت تخسارة كبيرة ليا وأضافت وقالت هما أصلا ما عملوش برشا أعمال بش يوصلوا يعيتولي وبمرارة كبيرة حكيت مروى العقربي على تجربة ليليا في أولاد مفيدة وقالت تخسارة كبيرة كيما نادوليش في الهجزاء الأخرين الأولاد مفيدة قلت أنا ساعة نتمنى كان ثم جزء آخر من أولاد مفيدة بعد حلمة بيرم يرجعوا للجزء الثالث ونرجع معهم وصاعة نعمل سيناريو في مخي ونرجع الأولاد مفيدة حتى كتوأم الليليا ختمة كليمها وقالت ألتا وحتى مخرج آخر بخلاف سامي ما شافني وأنا كنا سمع بكاستينج نمشي نعمل كاستينج إن شاء الله يطلع فهم حل ولا أدوار جديدة ويعيتولي فيها أحنا هكا وصلنا إلى نهاية الفيديو أعطونا رأيكم في الموضوع خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس ليصلكم كل جديد